سعادة السفير السيدات والسادة انه لمن دواعي سروري وشرفي انا اتحدث الى هذا الحضور الموقر المانيا والتي تعد منفرا لائقا لمناقشة النظام العالمي وما يواجهه من تهديدات هذه الامة التي تقف دفاعا عن قيم الحرية وسيادة القانون ان المانيا تعد رقيزة اساسية في الاتحاد الاوروبي وينظر اليها الجميع باعتبارها دائما للتعايش والتعاون الدولي ونحن جميعا هنا ندرك التحديات التي يواجهها الاتحاد الاوروبي فنحن في منطقة الشرق الاوسط وانا على يقين انه في مناطق اخرى ننظر الى الاتحاد الاوروبي باعتباره اثباتا على ان السلام والتعايش والازدهار والرخاء المشترك هو ممكن سيما بعد الصراعات الدموية وككيان فان الاتحاد الاوروبي اثبت بان الوحدة يمكن ان تقوم على المصالح الامنية المشتركة حتى هؤلاء الذين تقاتلوا وحاربوا بعضهم بعضا في الحروب وطبعا السفتاء الخروج على الاتحاد الاوروبي هو احد الحلول وطبعا لم تسفك فيه قطرة دماء ولم يهدر فيه دم وهذا درس لنا في المنطقة العربية فان الاتحاد الاوروبي وفر اطارا للحكمي الاقليمي والحل السلمي للخلافات ان هذا الاطار هو ما نحتاج اليه بشكل كبير في منطقة الشرق اوسط الان كثير من ادول تفلت من العقاب غير مبارية بحقوق الانسان وغياب المحاسبية والحكم الرشيد منتشر على نطاق واصع وما من مفاجئ بان الناس باتوا يفقدون الامل هؤلاء الافراد الذين خضعوا لمحاكمات دولية الذين كانوا يفترض ان يحاكموا في محاكمة دولية باتوا يفوزون بالانتخابات ان الحضور امثالكم يجب ان يروا لماذا شعوب وبلدان باتت تفقد الامل في المحاسبة الدولية المحاسبة الدولية والمسائلة ويعتقدون ان كثيرا من الاليات التي كرست لحل الخلافات اصابها الشلل وهمشت الى حد كبير ان منطقتي توفر امثلة عديدة ففلسطين ومنذ النكبة قبل سبعين عاما والاوضاع في سوريا وليبيا واليمن والصومال وافغانستان ومعاناة الناس في منطقتنا قد تكون بعيدة عن الحضور في ميونيخ لكن موجات اللاجئين جعلت هذا هاجسا بالنسبة لأوروبا وظلام الارهاب بات يلقي بظلاله على العالم باسره ان المعاناة والظلم مهدت الطريق للارهاب لان يزدهر هؤلاء الذين مستعدون لحرف العقائد من اجل تسميم عقول الناس والافكار هذه الافكار المنحرفة تمثل تحديا كبيرا بالنسبة الينا وهي موجودة في كل الثقافات والاسلام لا سيطرة له عليها ونحن ملتزمون بمكافحة التشدد الديني ولكن علينا ان ايضا ان نفصل بين التشدد والايدولوجيات المنحرفة هذا ونعرف ان الارهاب العنيف بات امرا شائعا في منطقتنا بينما الايدولوجيات المتطرفة هي موجودة في كل انحاء العالم وان فشل بعض بلدان المنطقة من توفير الاحتياجات الاساسية لمواطنيها مهد البيئة للتطرف هذه الدول التي تجاهلت هذه الاحتياجات السياسية ايضا سدت الطريق امام اي اصلاحات سياسية سلمية فئات عظيمة من الشعوب همشت في كثير من البلدان العربية ما اعطى الانظمة القمعية لاستخدام الطائفية للهيمنة على مجتمعات برمتها ولهذا علينا ان نضيف الى ان الشباب في مناطقنا يشعرون ان العالم قائم على النفاق والظلم وبالنسبة لكثيرين في منطقة الشرق اوسط ثم تشعور بان عالمية حقوق الانسان بعد النظام العالمي باتت خالية من مضمونها وهذا احد التداعيات تداعيات الفشل المرتبط بعدم القدرة على حل الازمات فالناس فقدوا ثقتهم في حكوماتهم وما من سبيل لتأحداث التغيير بشكل سلمي واليوم ونحن نتحدث فان تنظيم الدولة الدحرة وهزمة في العراق وكذلك في سوريا لكن المعركة الحقيقية تكمن في تمهيد ولا تمثل في تمهيد اسس التعايش السلمي لم تبدأ بعد علينا ان نتصدى لالظروف التي مكنت من تنظيم الدولة ان تمتد وان تتنشر وتجند عناصرها والظروف في غاية التعقيد والمنطقة العربية وبعد استقلالها وعد حكامها بان يحقق العدالة والازدهار لشعوبها وبدلا من ايفاء بهذه العهود فان الدول العربية انحدرت الى حد جعل الناس يشعرون بان عليهم ان يختاروا بين الامن الشخصي وبين الحرية والكرامة والتطلع نحو العدالة الاجتماعية وبدلا من وجود قيادات حكيمة تحقق تغيرا تدريجيا كانت وتمكن شعوبها من الحرب لتحقيق كرامتها وان ما عقب ثورات الربيع العربي برهنت الخيارات المنطوية على هذه البدائل الناس حاربوا من اجل كرامتهم ولكن تم رد عليهم بالرصاص ان هذه الدائرة يجب ان تنتهي والحاضرون هنا يجب ان يخرجوا بطريقة واضحة لحل الصراعات وبما يمكن ان يحقق الامن لشعوبنا وبعد الاشارة ان ثمانية من كل عشر ازمات دموية هي في منطقة الشرق الاوسط فان هذه الصراعات تستند الى عوامل عدة منها غياب العدالة الاجتماعية والتنافس الاقليمي وكذلك تبادل واود ان اضيف عاملين اخرين التهور وغياب اطار يعنى بتوفير الامن المشترك السيدات والسادة انه ما من سر بانه خلال ازمة منطقة الخليج فان بلدي تعرضت لهذه العوامل ويقصى قوتها هذه الازمة التي احدثها جيراننا بعض هذه الدول هي دول اقليمية ان هذه السياسات المتهورة عقر قوضت امن المنطقة وحالة دون وجود منطقة الشرق منطقة الخليج بعتبارها كيانا سياسيا دول اخرى التي كانت بحاجة الى الدعم المالي رفضت ان تتنازل عن قيمها لو كانت الامور تسير على مبادئ الحرية وسيادة القانون فاننا لن نرى تصدير الثروة واستخدامها لتلبية عطشي او سد عطشي السلطة السيدات والسادة قطر تبقى ورغم القلاق والاضطرابات اكثر بلدان العالم امنا وسلاما ورغم التحديات المفروضة علينا بما في ذلك الحصار البري والبحري والجوي الكامل الذي بدأ في الخامس من يونيو من العام الماضي فان قطر نجحت في ايجاد سبل انتجارية جديدة وتوحدت كوحدة واحدة وخرجت قطر من هذه الازمة اكثر قوة نعم نحن ما زلنا نتواصل مع العالم الاكبر ولم نخسر اي صفقة او شحنة من الغاز المسال خلال الحصار وهذا مهم جدا بالنسبة للعالم فنحن الدولة الثانية الاكثر وتصديرا للغاز المسال الذي يهدف الى تحقيق الاستقرار فيما يتعلق بمصادر الطاقة ومن خلال التصدي للاجراءات غير القانون وغير الشرعية التي فرضت على شعبنا فان دولة قطر حافظت على سيادتها وان هذا الحصار الجائر يظهر بان الدول يمكن ان تستخدم الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي الاقتصادي للتصدي لعواصف التهديدات التي تمثلها دول الجوار هؤلاء يريدون ان يستخدم الدول الصغيرة باعتبارها جزءا من لعبتهم السياسية ومن ضرورته بما كان بالنسبة لشعوب الشرق الوسط لان تحاول في دول على استقلالها مثل قطر التي رفضت ان تنحاز الى جانب معسكرين متكرسين مواجهين بعضهما وان الحفاظ على سيادتنا واستقلالية قرارنا في بلد مثل قطر يبرهن على التطورات السريعة مثل حرية الاعلام وحرية التعبير التي تصر دول الحصار على ان نتخلى عنها وامام هذا الحضور الكريم انا اؤمن بأنه انا الاوان بالنسبة فيما يتعلق بتحقيق انه انا الاوان لتحقيق الامن الشامل لمنطقة الشرق الاوسط وان الاوان لكل دول المنطقة ان تنسى الماضي بما في ذلك نحن وان نركز على الاحتياجات الانسانية واسس حكم القانون وتحقيق الحد الادنى من الامن الذي يسمحه بتحقيق السلام والرخاء والازدهار وان كل دول منطقة الشرق الاوسط صغيرة وكبيرة عليها ان تتفق على اسس التعايش وذلك من خلال الالتزام بآليات تسوية مشترك او تحكيم مشترك وعلينا ان نضع الاسس التي مشانها تحقيق الرخاء والازدهار وهذا يتطلب بان يكون الجميع مسؤول بما في ذلك السماح بوصول المساعدات الانسانية لمحتاجيها وكذلك تمكيني كافة العقائد او معتنقي العقائد من ممارسة شعائرهم ادنية وكذلك احترام كافة طرق التجارة وهذا يجب ان لا يكون حلما بعيد المنال فهناك الكثير على المحك والشرق الاوسط على شفيري الخطر وان الاوان لان نعيده الى سابق عهده جميعنا نحن وسيم هؤلاء من يتمتعون بالسلطة والثروة عليهم مسؤولية المشاركة في حل هذه الازمة ان منطقة الشرق الاوسط بحاجة الى مساعدة من الاسرة الدولية بشكل اكبر لمساعدتها على النجاح في مهمتها ولذلك اناشد جميع دول الشرق الاوسط بان تقبل دعوة للمشاركة في اتفاقية امنية شاملة وادعو جميع البلدان لان تواصل الضغط على دول منطقتنا لتحقيق ذلك علينا ان نتواصل الى اتفاقية امنية قبل ان نضع كل هذه القلاق والاضطرابات وراء ظهورنا ونحن يحدون الامل بمستقبل يتحقق فيه الامن للبلدان وللشعوب وان يتحقق ذلك بشكل كامل